من بيروت ينضم إلينا سيد مونير الحافي البحث السياسي ألن بك أستاذ مونير على شاشة الغد إذن إلى أين تمضي هذه الأزمة وهل كان ينقص لبنان ذلك يبدو أن قرار المملكة هو البداية أولا أهلا بك وأهلا بمشاهدي الغد الكرام أينما كانوا الأزمة مستفحلة في لبنان كما تعلم ويمكن وصف الحالة في لبنان الآن بالانتظار بانتظار جودو ربما أو بانتظار رئيس الحكومة الذي سيعود من سكوتلندا ربما يختصر زيارته ليعود إذا جد مستجد ولكن في الوقت نفسه رئيس الحكومة موجود ويتواصل في سكوتلندا في قمة المناخ العالمية ويتصل برؤساء دول ورؤساء حكومات ويحاول أن ينزع هذا الفتيل الذي أشعله وزير الأعلام جورج قرداحي إذن نحن في حالة انتظار لرئيس الحكومة ولمستوى الاتصالات التي تتم مع رئيس الحكومة يحكى أن الرئيس الفرنسي كان قد تواصل بالأنز مع رئيس الحكومة وطلب منه عدم الاستقالة إضافة إلى اتصالات أمريكية عالية المستوى واتصالات عربية وخص بذلك مصر التي تجد سفارتها على محاولة لملمة هذا الموضوع والجامعة العربية لم تغب وهي تحدثت صراحة ببيان مفصل عن ضرورة عودة العلاقات الطبيعية والأخوية ما بين لبنان والمملكة العربية السعودية تحديدا والخليج العربي عموما نعم ولكن هل تصريحات الوزير قرداحي هي التي شكلت الأزمة وأوصلتها إلى ما أوصلتها إليه أم هي ربما القشة التي قسمت ظهر البعير البيانة السعودية يتحدث أن المملكة صبرت كثيرا حتى وصلت إلى هذه النتيجة التي تأسف لاتخاذها صحيح صحيح أنا أعتقد أن هناك أزمتان أو أن هناك أزمتين في هذا الموضوع الأولى هي خاصة مع الوزير جورج قرداحي وما مثله كلامه في الحلقة الشهيرة مع برلمان الشباب والذي صوره في قطر والذي تحدث فيه عن اعتداء سعودي إماراتي على الأراضي اليمنية وهذا ما لم تهضمه المملكة العربية السعودية خصوصا أن قرداحي كان بين مزدوجين الإعلامي المدلل في المملكة من خلال قنوات أم بي سي وكان آخر ظهور له قبل أيام من توليه أيضا المسؤولية الوزارية عندما كرمته الأم بي سي إذن أم بي سي السعودية استضافت قرداحي وجعلت منه نجما أعلاميا والإمارات استضافته في أرضها لمدة طويلة وهو كان أتى للوزارة من الإمارات للتذكير إذن هذا بالنسبة للتصريح قرداحي ولشخصية قرداحي بالنسبة للسعوديين اعتبروه أنه خان العهد أو الوفاء في هذا المجال أما ما تحدث عنه بيان وزارة الخارجية السعودية فكان واضحا جدا أنه إضافة إلى كلام قرداحي هناك مطالب سعودية كثيرة تتعلق بوقف التهريب ومحاسبة المتهمين وتسليم بعض الذين ثبتت عليهم التهمة فيما يتعلق بالتهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية هذا بالنسبة للمملكة خط أحمر وهناك خط ناشط من إذا بدك المرافق اللبنانية سواء من المطار لا أنا الذي أحكم ولكن هذا ما يحكى عنه سواء من المرافق البحرية أو البرية أو ربما من المطار هذا ما تطالب به المملكة العربية السعودية لوقفه بشكل ثابت وإضافة إلى موضوع السياسي الأساسي يجب أن لا نتناسى بأن المملكة العربية السعودية تنظر إلى حزب الله بأنه وراء كل هذه الجوقة إذا صح التعبير التي تهاجم المملكة ليلة نهارا بدءا من الأمين العام السيد حسن نصر الله ومرورا بعدة وزراء سواء تابعين للتيارة الوطني الحر أم لغيره من وزراء نعم وسيطرت حزب الله على قرار الدولة اللبنانية وأيضا الدعم المطلق للأمين ولكن أستاذ منير المملكة العربية السعودية والخليج نعم الآن ما هي الخيارات أمام الحكومة اللبنانية أمام هذا التدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية المملكة العربية السعودية البحرين اليوم الكويت أستطيع أن أؤكد لك أن حتى هذه اللحظة لا قرار باستقالة الحكومة اللبنانية وما يحكى عنه وما مرره اليوم الوزير السابق سليمين فرنجي الذي يدور في فلكه الوزير قرداحي وهو سماه اليوم بأنه صديق وبأنه ليس محسوبا على وزراء المردة بين مزدوجين كرمه الرجل في بكركي وعطاه إذا بدك إشارة انطلاق أو باس كما يقال بالفوتبول بأنه يمكنه الاستقالة ولكن يكون القرار من نفسه وليس مفروضا من قبل زعيم المردة عليه المخرج الآن أن يستقيل أولا جورج قرداحي محفظ الألقاب ثانيا أن تنسى القضية قليلا في الأعلام وأن يحل محله وزير ربما جوني القرم وهو وزير الاتصالات وتابع أيضا للمردة أو وزير آخر ماروني ولكن أتوقع أن يحل محله الوزير القرم ثم ربما يقطع الرئيس ميقاتي زيارته والتي كان مفترض أن يبقى للخميس أن يأتي الاثنين ليبدأ بحوارات عالية المستوى مع دول أولا مع رئيس جمهورية الذي لم يتحدث إلى الآن إلا ببيان رئيس الحكومة اللبنانية الذي قال أنه تواصل مع الرئيس عون وشدد على أنه ضرورة إبقاء العلاقات مع المملكة العربية السعودية يتصل بعض زعماء اللبنانيين والعرب والخارج الفرنسيين خصوصا لمحاولة تطمين السعوديين بأن مثل هذه التصريحات لا تصدر وبأن الوزير الذي سبب هذه المشكلة قد استقال وربما تعتذر الحكومة اللبنانية مجددا إضافة إلى البيان الخاص الذي أصدره رئيس الحكومة ناجم ميقاتي يعني أستاذ مرير مطلوب اتخاذ قرار سريع ربما وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيد من الويلات والمآسي ولكن هل هذا ممكن وفقا لتوازنات هذه الحكومة وأنت ذكرت الآن تيار المرد وسليمان فرنجية وجه خطابا متشنجا حتى لن يسمي أي وزير في حال استقالة أو إقالة الوزير قرداحي تماما يجب على الأمور أن تهدأ لأن استقالة الحكومة اللبنانية الآن وكان كما تعلم زميل العزيز حقي عن استقالة الرئيس ميقاتي وهو في أوساته الخاصة حقي أنه كان مستعدا لتقديم استقالته ولكن استقالة الحكومة اللبنانية الآن يعني أنها ستصرف الأعمال وتعلم أن حكومة ميقاتي هي آخر حكومة ستكون في هذا العهد الذي دخل سنته السادسة وينتهي في أكتوبر عشرين اثنين وعشرين من الصعوبة بمكان تأليف حكومة جديدة إذا استقالت حكومة ميقاتي نحن بقينا ثلاثة عشر شهرا لكي يتولى الرئيس ميقاتي ولكي يقبل الرئيس ميقاتي برأي تولي المسئولية لأن هذه كانت مسئولية صعبة وهناك من سماها انتحارا في ظل الظروف الصعبة التي تحكم لبنان الآن الظروف الصعبة التي تحكم لبنان والتي تحكم علاقاته العربية والدولية في ظل الاقتصاد المتداعي وفي ظل هذا الخراب الأمني الذي يحصل ما بين يوم ويوم بين منطقة وأخرى بين هذا التأزم السياسي نحن على أبواب انتخابات وما مطلوب من حكومة ميقاتي معروف ما كان مطلوب منها التعامل مع الأياماف صندوق النقد الدولي وإجراء الانتخابات ووقف الانهيار الكبير إذن قبل ميقاتي بهذا الأمر وتمت تزكيته من قبل نادي الرؤساء الحكومات السابقين أي زعماء السنة إذا صح التعبير في لبنان لكي يحاول أن يمرر هذه الفترة على خير وسلام أو بأفضل ما في هذه الفترة من خير وسلامة نعم وهناك دعوات من نشاهد ما حصل رؤساء الوزراء أستاذ مونير السابقين لاستقالة السيد قرداحي وزير الخارجية يتحدث عن انفراجة ممكنة مساء هذا اليوم هذه الانفراجة السريعة ماذا تتطلب إن حصلت نعم أريد أن أذكر فقط إذا سمحت لي بأن ما سمي إدارة الأزمة أو خلية الأزمة كانت تجمع وزراء أيضا من مختلف الاتجاهات اليوم في وزارة الخارجية والمغتربين وكانت وكان يقودها الوزير عبدالله أبو حبيب وحضر معه القائم بالأعمال الأمريكي في بيروت ريتشارد مايكلز يبدو أن الجميع اتفق وفيها من كل الاتجاهات السياسية هذا الصحة التعبير وزير التربية مثلا وزير المالية وزير الاقتصاد ووزير الخارجية إضافة إلى ممثل مدير عام رئاسة الجمهورية ومستشار رئيس الحكومة بطرس عالساكر أرد أن أذكر بهذا التفصيل لأنه كان كل الأطراف على ما يبدو اتفقت على مخرج ما وهو دع القرداحي يستقيل وأن لا تدفع باستقالة قرداحي إذن على ما يبدو اليوم سيستقيل الوزير الذي سبب بهذه الأزمة ومن ثم تجرى اتصالات معينة وتعطى وعود أو ربما يتم تسليم متهمين أو يكشف بعض الملفات وصلت الفكرة وقتي تماما في هذا الملف أشكرك جزيل شكرا سيد مونير الحافي البحث السياسي كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك